عقدت مؤسسة حياة كريمة عدة ورش وفعاليات ثقافية وتوعوية لبناء الإنسان داخل جناحها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب وذلك على مدار أسبوعين في ثاني مشاركة لها بالمعرض وشملت الورش والفعاليات نصائح متخصصة للأطفال في كيفية مواجهة تحديات الحياة واختيار الأصدقاء بالإضافة للتوعية بخطورة الإدمان ونصائح للصحة النفسية هدف وجود المجناح مؤسسة حياة كريمة الرئيسي هو تعريف رواد معرض الكتاب بالمؤسسة وقطعاتها المختلفة خاصة وإن معرض الكتاب بيرتد عليه جميع محافظات الجمهورية وجميع الفئات العمرية من مستوى الجمهورية طبعا كان معنا على مدار التلاتاشر يوم أكتر من مئة وعشرين ورشة عمل ورشة حكي وندوة توعوية عن المؤسسة السندوق هنا بيقدم كذا ورشة أولهم ورشة انت البطل دي عبارة عن قصة بنحكيها للأطفال بنعرفهم إزاي يبقى عندهم هدف إزاي يرتبوه إزاي يمشو وراء مهما كانت العقبات اللي ممكن تقابلهم بنعرفهم إزاي يقول هي حال ما يقاسوش ومن ضمن العقبات دي اللي بتقابل شبابنا أغلبهم دلوقتي التدخين والمخدرات بكل أنواعهم حتى من سن صغير بقت متوفرة موجودة في كل حتة فاحنا بنعلمهم إزاي تصرفوا معاها إزاي تقدر تساعد نفسك وتساعد صاحبك وتساعد اللي حواليك بدون ما تأثر أو تأثر على اللي حواليك